اهلا بكم صناعة الابتسامة الحلوة ده علم دقيق وعلم فيه تفاصيل كتيرة انا هقولكو احساسي انا الغير محترف طبعا بصناعة الابتسامة لازم اللي يعمل الابتسامة ويعمل تجميل الاسنان يحط في اعتباره طبعا غير لون البشرة تدوير الوش تأسيماته العلاقة ما بين اجزاء الوش وبعضها ابعاد كده غريبة بحيث انها لازم تكون موجودة في زهن صانع الابتسامة عشان يخلق سن اله كبيرة اول فاتبان زي سنان الربط او صغيرة اوي فاتبان كأنها سنان طفل صغير او الرصة نفسها ما تبتيش للوش التناسق بتاعه في نجوم في العالم المفروض فعلا يقدموا لطب الاسنان برقية شكر وعرفان وتقدير لانهم انقذوا وتم انقذهم وتغيير طبيعة تأسرهم الشكلة عند الناس بقى ايقونات من اشهر الناس دي ديميمور يعني لما ديك تشوف ابتسامة ديميموري القديمة والجديدة فرق مهول ابتسامة لسوية لسه فيها مشاكل ابتسامة او اسنان رصة اسنان كأنها بتشتغل مثلا شغلانة مكتبية حاجة هارد جدا محترام طبعا كل الشغلانات الى ابتسامة سحرة نسبيا فيكتوريا بيكهم دي بقى المفروض تقدم يعني شكر كبير جدا لان اختلف الموضوع بشكل كبير مايلي سايرس من الناس اللي انقلبت ابتسامتها من ابتسامة طفولية لمراهقة الى ابتسامة بنت او انسة في ريعان الشباب ايضا الاكتر بقى منهم توم كروز توم كروز اسنانه كان فيها مشاكل كبيرة جدا وعلى فكرة اسنانه كانت غير دي يعني دي بعد تجهزة لعى الشمال ده كانت فيه صورة قبل كده ده ده على فكرة كانت سنان متجملة لعى الشمال دي لغاية بقى لما راح طبعا كانت عى الشمال في التمانينات ولا في اوالي التسائينات اللي علمين لا دلوقتي في الوقت الحلو هو يقترب من ستين سنة امكان عداها على فكرة توم كروز ده عنده ستين سنة كريستيانو لونالدو بقى لا كريستيانو طبعا اختلف الموضوع اختلاف كبير جدا هو ديفيد بيكهام ولعيب تذكره على فكرة عموما من الناس ديفيد بيكهام ازاي فعلا دكتور السنان اللي عمله صعب ويشه صعب مسهل ديفيد بيكهام ويشه هارد انجليزي فيه تقاسيم اللي هو تقاسيم الانجليزية الصلبة ونسبة دهون موجودة في الوش لازم نراعي الحاجات دي كلها وبشرة برضو مش متوحدة في اللون اللي حط تصميم الابتسامة بتاعه اكيد راح عاجات زي كده كتير نهاردو حوار عنوانه صناعة الابتسامة لا تبدو سهلة لكنها تحتاج الى تفاصيل كبيرة الفرق كبير جدا بين صناعة الابتسامة مناسبة ليك وصناعة الابتسامة تجعلك تكره اليوم اللي انت روحت فيه عشان تعمل تجميل سنان بمنتهى الصراحة ضيفي العزيز الصريح جدا والذي يبدأ دائما في حواره ويمتعني دائما باسلوب غير تقليدي ضيفي العزيز دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس مركز برايتي لطب الاسنان وعضو جامعات امريكية لتجميل الاسنان المصامة الابتسامة المعتمد من البي دي سي بنجل ترى احد نجوم عالم طب الاسنان اهلا بيك زيكا دكتور عيمة وحيشني والله وانت عبتر والله صناعة الابتسامة مش شيء سهل تفاصيله كتير بالزبط هو الفكرة كلها انها بتعتمد على حاجات كتير جدا منها زوق الدكتور وعين الدكتور وضمير الدكتور فالموضوع داخل فيه حاجات كتير قوي غير الدراسة او غير الطب كدراسة وكتب والكتاب ده بيقول ايه والمعلومة دي والكلام ده داخل فيه كمان طريقة طريقة تفكير الدكتور زوقه طريقة نظرته للمريد ايه انا مثلا عايز المريد ده يطلع شكله حلو انا عايز المريد ده يطلع بياكل انا عايز المريد ده يطلع شكله حلو وبياكل كويس فبقيت الموضوع يعني داخل فيه حاجات كتير قوي غير المعلومات الطبية أجي مريض جاي لك عايز يعمل تجميل لسنانه بيبقى عنده مشاكل سنة مفهودة 3-4 سنان مثل الأخلاقين والمريض ده لما بتقوله الخطة العلاجية بيتضمى للخطة العلاجية وجود كلمة زراع أو وجود كلمة تركيبات في الفترة الأخيرة في بعض الحوارات العلمية كده ما عرفش عن قصد أو عن غير قصد وصل للناس فكرة وكأن الزراعة والتركيبات يعني خصمين في حلبة والاتنين بيتخنقوا مع بعض الزراع أحسن؟ التركيبات أحسن؟ الزراع أحسن؟ التركيبات أحسن؟ فمعرفش الناس بتيجي لك بالفكرة دي؟ بالضبط ده حتى رأي يجي هو العيان أو البيشنت يقول الخطة العلاجية بتاعته لو سمحت يا دكتور الزراع ليسنة احنا عايزين نفرغ الأول بين الزراع والتركيبات الزراعة يعني لو أنا عندي أسنان مفقودة بحط زي غرسة في العظم كده واسبها لمدة ثلاث شهور من شهرين لثلاثة وبعدين أركب عليها الكافر أو الكراون الخارجي والدنيا تمام ماليش علاقة بالأسنان اللي قبلها ولا اللي بعدها التركيبة بحتاج أن أنا أحضر السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها واركب زي كبري يعوض لي السنة المفقودة بس أنا بقى فيه سؤال بقى يضايقني في الأق يعني بسمعه كتير جدا أول ما بسمع رأيي الدكتور ده يعني تيجي يقولك إيه وانت أكيد يا دكتور سألت دكاترة كتير أول قل لي كده إيه الأفضل التركيبات ولا الزراعة يقولك قولاً واحداً الزراعة الكلام ده بالنسبة لي غريب شيئاً ما ليه؟ لأن أنا بحتاج الأول أن أنا أشوف إيه الأنسب للمريض يعني إيه الأنسب يعني أنا مثلاً كلمة التركيبات أفضل ولا الزراعة زي بالزبط كأنك كأني بقولك إيه الأفضل إنك تلبس شورت ولا تلبس بانطلوم مثلاً أو تلبس بليزر ولا تلبس قميسة كل حاجة مناسبة لحاجتها إيه لو أنا في الساحل ولا في المصيا بالزبط من هلبس شورت؟ بالزبط إيه الأنسب؟ يعني إيه الأنسب للسيتيوشن دي إحنا لو شفنا مثلاً حالات زي اللي موجودة دي ده بيشنت جميل جداً جاي من السعودية هو جاي الشيف كومبليم بتاعته أو الغرب بتاعته هو بيقول لي عمل لي زراعة وهو اللي محدد من دماغه كده فكرة اعمل لي زراعة ليه هو حدد كده من كترة ما الكلام بيطلع الزراعة أفضل من التركيبات على عيني وراسي الزراعة أفضل من التركيبات بس إيه الأنسب في حالتك؟ لو إحنا بصينا بقى رجعنا عملنا زوم بقين على الحالة دي كده هتلاقي إن هو شايف يا دكتور آيمن السنتين المفقودتين فوق دول طيب ما هو قبله وفيه تركيبة والسنة اللي بعده اللي هي اللي في النص أصلاً محتاجة تركيبات يعني محتاجة شغل صح أو لا؟ يعني بص السنين كلها أصلاً فيها حشوات والدنيا بايزة حتى لو عملت زراعة كده كده السنين اللي قبله واللي بعد السنة المفقودة محتاجة شغل أنا في الحالة دي لو أنت قلت لإيه الأفضل لي أو إيه الأنسب للحالة دي أنا هقولك التركيبات ليه التركيبات؟ أولاً الوقت هيقعد أسبوع ثانياً دخلها الحاجات دي بقى لها فترة كبيرة جداً فهيقعد مثلاً حوالي من 3 ل 6 شهر قبل ما يكمل الزراعة مجهود تكاليف أعلى وفي نفس الوقت الحالة نفسها أنا الغرض الأساسي من الزراعة أن أنا مقذيش السنة اللي قبلها ولا السنة اللي بعدها طب في الحالة دي السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها بايزين أصلاً ومحتاجين يتحط عليهم كفرز أو كراونز فأنا بالنسبة لي الحالة دي الأنسب لها التركيبات الأنسب الأنسب على أي أساس سن المريض المجهود اللي هيبزله التكاليف ففي الحالة دي وصلنا للمرحلة دي فأديه بقى وقت في أسبوع يعني أسبوع حولنا من الشكل ده للشكل ده ده عن طريق التركيبات فكلمة بقى إيه الأفضل يجي لك العين لو سمعت يا دكري أعمل لي زراعة في السنتين دول طب ما هو أنت كده كده محتاج أصلاً تركيبات في كل السنين ففي الحالة دي الأنسب ليك التركيبات فما فيش بقى مصطلح الزراعة أفضل من التركيبات ده لا فأنيه موقف أقدر أقول هنا الزراعة أحسن لا هنا التركيبات أحسن وأنا باتكلم على المشاهير من شوية كده طربت في دماغي مين اللي وأنا براجع دلوقتي دماغي يعني مين اللي أنا قلت عليهم لا الحالة دي كانت يعني الدكتورة اللي عملها عمل مجهود وبتاع لقيت اللي فيها مشاكل في اللاسة اللي اللاسة فيها باين فيها بروبلم اللي باينها اللي بتسمع اللاسة ويها ده اللي داني انطباع إن التجميل هنا عمل مجهود معرفش ليه ألانة صح أو غلط تجميل اللاسة؟ صح طبعاً أه أي حالة تجميل أسنان بدون تجميل اللاسة لو اللاسة بتباني يعني انت كده هتطلع الحالة شكلها وحش جداً وهتحولها من سيء إلى أسوأ اللاسة دي هي اللي بيترسم عليها شغل دكتورة تجميل الأسنان لو احنا مثلاً شفنا حالة زي اللي معروضة دلوقتي دي الحالة دي دي ما سمعاش ابتسامة لسوي ليه ما سمعاش ابتسامة لسوي دي جزء منها بيبان من اللاسة يعني الجزء اللي هو الشمال باين جزء اللي مين مش باين قوي حتى وراء باينة راحت لدكتور أسنان اللي هو بقى مش دكتور تجميل الأسنان الكلام اللي احنا بنعد نقوله ونأكد عليه كل مرة قالت له أنا ابتسامة بتاعتي مش عاجباني لو سمحت يا دكتور عمل لي تجميل الأسنان فالدكتور طبعاً مش عارف أهمية اللاسة أمبرد الأسنان وعمل لها إيه تركيبات التجميلاء دي كده اسمها تركيبة تجميلية طب هل ده منظر فيه تجميل فيه شيء من التجميل الأسنان ماشي الأسنان مرصوصة وكل حاجة بس ده كده منظر دي ما سمعاش عملت هولي الوسمائل أو ما عملتش ضحكة أنا كده خليت أسناني لو مثلاً كان ممكن تبقى لونها وحش زبطت لونها لكن كابتسامة ما دغيرتش فرق كبير بين تجميل التسامة وتجميل الأسنان زي ما احنا بنقول تجميل الأسنان إن أنا خلي الأسنان شكلها حلو تجميل التسامة أنا خليها شكلها حلو وهي بتتحق شفنا بقى الصورة بعد ده كده ليه بقى يعني ليه أنت شايف الحالة دي كده الدنيا مظبوطة والأسنان مظبوطة عشان اللاسة مظبوطة إحنا وجبنا الحالة فوقه فوقه تحت مع بعض الفرق بين فوقه تحت فوق الدكتور اشتغل على الأسنان فقط تحت اشتغلنا على اللاسة والأسنان مع بعض بس فرق اللون كمان والماتيريال طبعا لسه هقول لك الماتيريال الماتيريال تحب تيجي على حتة الماتيريال نوعها إيه الماتيريال دي؟ دي اسمها ألترا ماكس دي شفافيتها وخلي بالك أنت تحت اللون أفتح نفس الوقت طبعية أكتر يعني أن الناس فكرة وربطة بين مدى طبعية التركيبات والتجميل والفينيلز ومدى اللون هتوها لوحدها الكتيد لأن سبك من القديمة دي القديمة دي يعني فعلا حزينة جدا لأنه كمان الإضاءة هنا مختلفة شوية الإضاءة هنا فيها بتورينا ريفليكشن أو لأعكاس الضوي إزاي تعاملت مع اللاسة؟ تعاملنا مع اللاسة في الحالة دي هي عندها اللاسة ببان في جزء واحد فقط فلازم تعدل من جزء وتأثر السنان من جزء لو جمنا الحالة قبل عشان أعرف أشرح لك أكتر يا دكتور أيمان يعني السنان من تحت تلاقيها مسطرة يعني طول واحد من فوق الناحية اللي مين؟ من فوق الناحية اللي مين قسيرة ومن فوق الناحية الشمال طويلة آه فلازم هتقص من حتة وتأثر من الناحية التانية تطلع بالحالة زي الشكل بقى بتاع الحالة بقى ده خدت وقت هتديه؟ آه إسبوعين واللون ده موضة دلوقتي على فترة بقى الشياكة أوي بالظبط ده هيفضل اللون ده عمره ما بيتغير آه زي السراميكس بتاعت الأرض اللون ما بيتغيرش الشكل اللي هتفضل بيه كده ما ده الحالة عايز أسألك بقى في التصميم بتاع الابتسامة النسب ما بين الأسنان أول كان زي ما نقوله إيه الجولدن ريشيو وبعدين مش عارف الريد ريشيو حاجات كده كنا نسمح هل ده موجود لغاية ده بقى دي نسب ولا رأية الدكتور ونظرته وإحساسه بالوش هو الأساس هو الكلام ده لسه موجود فعلا وكل الدكاترة ماشية عليه وحتى الكورسز اللي الناس بتديها كله يقول لك إيه إحنا عايزين نشرح الأول إيه الجولدن بوربورشن وإيه الريد بوربورشن آه أي حاجة عينك بتققى عليها عشان تطلع شكلها حلو لازم بيبقى فيه نسب هندسية بين الأجزاء اللي مكونة الشيء ده حتى لقوا الموضوع ده موجود في الأسنان يعني عشان الأسنان تطلع الدحكة تطلع شكلها حلو بيقولوا يعني كانوا بيقولوا الأول حاجة اسمها جولدن بوربورشن إن نسبة السنة اللي في النص العريضة شوية تبقى ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها فالدكاترة بيعملوا إيه وأنا بصمم لك الابتسامة وأجاب الجولدن بوربورشن دي وأمحطيتها في بوقك أخلي لك نسبة السنة دي للسنة دي للسنة دي بنسب معينة تمام؟ تمام وفي دلنا ماشيين على كده فترة طويلة جات المدرسة البرزيلية لغت الكلام ده قالت لا أنا مش عايزة أثبت النسبة بتاعت الGunden proportion دي أنا أعمل حاجة أسمها Red proportion يعني اختار لي نسبة ثابتة وأقسم عليها الأسنين يعني أنا عايز السنة اللي في النص بالنسبة للسنة اللي جنبها يبقوا ضعفين لو عملت السنة اللي في النص والرش وبين السنة اللي في النص واللي جنبها ضعفين وبين اللي جنبها واللي جنبها ضعفين يبقى أنا مسبت نسبة وأمشي عليها طيب لو انا بقى وريتلك حالة لو شفنا حالة اللي هتتعرض دلوقت دي حالة زي دي البيشنت بتشتكي ان سنتينها اللي في النص عوضة وعملين زي المروحة طلعين لبرة وبرزين الحالة دي لما جينا نعمل لها سمايل ديزاين تصميم للبسامة لقينا ان الجولدن بربورشن بتاعتها مظبوطة والريد بربورشن بتاعتها مظبوطة النسب النسب مظبوطة بس هي مش حلو بس هي مش حلو اذا مفيش حاجة اسمها ان احنا نمشي على نسب في كل الموضوع مش مش حاجة بالقالة لازم عين الدكتور تتدخل في اللقطة دي لو شفنا بقى الحالة بعد السنين بقيت عرضها قليل والنسبة بينها وبين السنة اللي جنبها مش مظبوطة كنسبة انما كشكل افضل يعني لو جبنا الحالة قبل وبعد مع بعض كشكل تحت طبعا افضل طب انهل للنسب بتاعتها مظبوطة اللي فوق فايزا الموضوع ما بيبقاش زي ما الكتاب بيقول بالزبط انت لازم الدكتور نفسه يحط التطش بتاعه يعني زي ما بيقوله حالة برضو زي دي دي الريد بربورشن بتاعتها مظبوطة يعني قدت لنا الحالة فوق قبل وبعد بص النسب بتاعت فوق كبربورشنز مظبوطة تحت مش مظبوطة ومع ذلك تحت افضل فالموضوع انت بتختار الدكتور التجميل بتاعك لازم تشوف زوقه عامل ازاي او عينه عامل ازاي لانه كمان تحت قدت الشكل الانسوي اكتر بالزبط يعني قدت اونوسة قدت على فكرة السنان ممكن تخلي ست شكلها اتراكتف طبعا اه الاسمايل عموما هي اكتر حاجة اتراكتف ممكن تشدك يعني لا انا بتكلم على فيمايزاشن يعني كده مش اتراكشن بس انها تدي لست الشكل الانسوي بالشكل الطفولي او شكل الرجولي بالزبط السنان بالزبط طبعا والتدوير بتاعت السنان وبرضو خلي بالك يا دكتور ايمن العرض بتاع السنان اللي فوق ده يا دي مثلا عرضها حوالي عشرة ملي انت بتتكلم في العرض الطبيعي تمانية ملي طب ازاي عملنا تحت قللنا عرض السنان ودخلناها الجوة كل الحاجات دي لازم الدكتور اللي هيعمل لك تجميل اسنان يبقى قوير او عنده نولدج بيه السميل ديزاين وتصميم اللي بتسامة وامتى لما اعمل كذا السن هتطلع عائدة امتى ما يفوق دي على فكرة تجميل ما اللي فوق ده في نيرز الحالتين دول قشرة بس دي عاملها طبعا بره الفرق من القشرة اللي فوق والقشرة اللي تحت اللي فوق الدكتور خدمة اسعى على السنان من غير ما يدرس الحلوة بعد المعمل اللي تحت احنا بقى اللي بنعمل الديزاين احنا اللي بنصمم اللي بتسامة دايماً انا قلت لك في الاول انه كلمة الاصعب مرتبطة عندي باللسا وكمان بالفرقات يعني الفرقات عندي برضو التجميل معاها شيء رخم لان الفرقات ازاي هوزع السنان التجميلية عشان تملأ الفرقات او تغطي الفرقات دي دي مسألة صعبة بالنسبة دي لكن هرجع اسألك بقى في العالم بتاعك والمحترفين ده انا رجل هاوي لكن العالم الاحترافي مين الاصعب في تجميل الاسنان ولا دي ولا دي في حاجة اصعب الحالات اللي كانت محتاجة تقويم وما ينفعلهاش غير تقويم والظروف ما سعدتهاش او كبرت في السن او مثلا حد عنده خلاص وصل لسن مثلا ستة وربعين سبعة وربعين سنة مش هقود يعمل تقويم وبتقولك انا مش عارف عايش باسناني دي يعني الحالة اصلا تقويم ولازم تقويم قولا واحدا تقويم طبعا وكمان عينك انت اقول ما تشوفها دي تقويم مش بس الكتاب وتيجي وهي خلاص منعتها الظروف ان هي تعمل تقويم وهي صغير خلاص والظروف دلوقتي لا تسمح ان هي تعمل تقويم وتقولك اتصرف صلحني حالة مثلا زل موجودة دي الحالة دي تقويم طبعا لو جبت اي دكتور في العالم اعمل لي تجميل للاسنان دي تقويم طيب ظروف بقى العينة ايه اولا هي مش هتحط تقويم سنتين ثانيا سنها حوالي سبعة وربعين تمانية وربعين سنة يعني ينفع لها تقويم اوه ينفع بس هي مش هتعمله ثالثا هي اصلا حاولت تقويم وتقويم وفشل فهي عندها بدهيستري مع التقويم او ترومة من التقويم فعمرها ما هتعمله تاني تمام طب الحالة دي يا دكتور ايمان انت بتحب حاجاته اول ما بتشوفها كده بتقولها لي البكا الكوريدور اه طبعا بكا الكوريدور واسع يعني هي عندها اتساع لابتسامة كبير وفي نفس الوقت السنان مش كبير بالظبط اتساع لابتسامة كبير والسنان عاملة الفي شبد اللي احنا بنقول عليها يعني حرف الفي الحالة دي بقى توقع بقى المتوقع ايه في الفاين اقول اقو 47 سنة يعني ده شيء ده عمر مهم جدا بالنسبة للست هيفرق قوي معها الابتسامة لو شفنا بعد اعتقد لا فرق كبير فرق كبير طب انا بس سؤالي ازاي بتتغلب على الفك الدايق اللي هو بيسموه فيه شيء سيب تغلبوا عليه طب عطلنا الصورة بقى قابله وبعده مع بعضه انا بص يا دكتور ايبن اولا دي عندها سنة رجبة فوق سنة مكتور شفت تفرده ازاي الحالة دي احنا بنفردها يعني بنقلل من السومك بتاع السنان اللي قدام وورا بنتخنه بس لازم تبقى الموضوع مدروس عشان ما تعملعاش ضب احنا قللنا سومك السنان اللي قدام قوي ودخلناها الجوة وورا عرضنا السنان قوي ده ما يدرش التحميل لا لا ما يدرش السنان دي هنا بقى نيجي للمتيريال شفت النقطة اللي انت بتقولها دي مهمة ليه ممكن دكتور ما يبقاش فاهم قوي فيحط لها مسلا مادة زي البرسلين تقيلة جدا فيدرف اللي انت بتقوله يا دكتور التحميل الايماكس ده خفيف جدا جدا يكاد يكون قدل يعني تقلل ورقة يعني موضوع التحميل ده مش هو عشان اختيار المتيريال ممكن لو الدكتور مش على دراية بالمتيريال زي اختار مادة تقيلة تقع بعض شوية الحالة دي بقى تعملت فقد دي باش بوه بزرط 4-5 تيام 4-5 تيام فالفكرة كلها ان هي تتحول من فوق لتحت في 4-5 تيام بدون تقويم تطلع بالنتيجة دي دي كانت الناس فاكرا ان هي عندها سنة واحدة بس في النص من كترة ما هم لازقين فوق بعض والاسمايل تتفرت كده في اسبوع قارب النزبالي دي حالة من أصعب حالات التجميج حالة اللي هي صرف تقويم عايز طيب يعني في الجزء بقى الأخير من حوارنا النهاردة عايزك تقول لي وإحنا بنصنع الابتسابة هل في عملية حسابية هل في هندسة قاعدة كده تعودها بتعودوها مع بعض عشان بتاع بتاع متيريال بتاع النهاردة كلمتيني عن أكتر من حاجة متيريال جات سيرتها زراعة والتركيبات جات سيرتها اللاسة جات سيرتها التركيبة الأبعاد دي كلها بتحط هل ممكن تحط مع بعضها كده في قاعدة في مصطلح طلع اللي هو طلع جديد اللي هو اللي هو هندسة تجميل الابتسامة هنقول برأس معك كده هو لسه يعني لسه جديد قوي حاجة جديدة جدا الفكرة كلها في ايه أنا كان نفسي وأنا صغير أطلع مهندس كان نفسي أخوش قلتها انا اشتغلت أعرب حاجة للهندس بالزبط أنا والدي مهندس فكان نفسي أطلع مهندس وانت اشتغلت أقرب حاجة للهندس بالزبط طب الأسنان هو أقرب طب للهندسة دي حقيقة على الإطلاق بالذات فراعين التقويم والتجميل انا بتجيلي حالة والزراعة بحياتك والزراعة بتجيلي حالات انا أول ما بشوف الحالة دي بتبسط جدا يعني أنا مبسوط جدا ان انا هشتغل الحالة دي ليه مبسوط حالة فيها كلام بقى ملوش علاقة بالطب خالص فيها هندسة فيها فكرة فيها فن حالة مثلا لو شفنا مثلا حالة زي دي صعبة جدا الحالة دي صعبة جدا طبعا ليه صعبة أولا اللي فوق دي تركيبات ونزل تحت وفيها عيوب في الفك الفؤاني أساسا فيها عيوب في كل حاجة آه يعني فيها عيوب في التكوين العظمي في فك الفؤاني اللي هي بتحتاج إلى عملية بقى كبيرة وقصة والمصادفة إن ده مهندس أصلا يعني هو أصلا مهندس فهو كان فاهمني قوي أنا بتكلم فيه السمايل بتاعته عاملة اس شابت لو شفت يا دكتور آيمن هتلاقيها من ناحية اللي بي انطلع الفوق وبعدين نازلة وبعدين طلعها وبعدين نازلة وبعدين سوق اختيار نوع التركيبة اللي فوق خلى السنين اللي تحت تتاكل انت لو شفت يا دكتور آيمن السنين اللي تحت الميلة إزاي عاملة مسترة طيب هو جاي كل اللي هو عايزه هو طبعا فقد الأمل إن السمايل بتاعته تتعدل دي كده اسمها السمايل معوجة انت أقول ما هو يتكلم انت هتفتكر السمايل بتاعته هتشوف فيه عوجة في الوش كله مش بس في السنين هتحس إن فيه حاجة معوجة وفقد الأمل طبعا في إن الموضوع ده يتصلح تاني لإن هو فهم بقى إن دي عظمه وقصص الحالة دي فعلا يعني اتعاملت في أسبوع والنتيجة أنا مبسوط بيها قبل العيان بص كده هتبت فاهمين أبا دي أولا بيجبني أول ماتيريال دلوقتي منبهر أنا باللون اللون وأنا منبهر بالهندسة يعني أحد كده لو جبنا أيوه قبل وبعد بص اللفة دي بصت عدلة إزاي غيرت عدلة طب إنت رجعت السنة اللي وورا إزاي؟ إحنا شلنا من عضم اللاسة دي ناحية الشمال شلنا من العضم وطوّلنا الفور ناحية اليمين أصرنا لتحت وعملنا العكس تحت بس دي أخذت وقتها دي والله إسبوع بس دي أصعب من الحالة دي فت الحالة دي صعبة وفيها فكرة يعني أنا حالة زي دي لما تخشيلي أنا ببقى مصد جداً فيها فكرة يعني ده مهندس أصلاً فهو اتمزج باللي حصل يعني هو نفسه اتبسط جداً بالعادلة اللي حصلت له دي من أصعب الحالات اللي أنا اشتغلتها من أصعب الحالات حالة أن أنت تقلب الـ S-Shape اللي فوق دي تقلبها straight واللي تحت الميلان ده تقلبه ترجعه تاني لأ الحالة دي صعبة جداً اتعملت كده بقى في أسبوع يكن يبقى برضو التركيبة ده كله إنشينيرينج أنا مبسوط من الكلمة دي النظر للسه التقدير الماتيريال وتقدير اللي عملته الماتيريال السيئة فأنا استبدالها بماتيريال جيدة الفروقات والفراغات ما بين السنان أنا رأيتها إزاي ورجعت السنان لورا إزاي ده كله إنشينير بالضبط هندسة طبعاً طبعاً أنا كده مهندس حققت حلمي طب الأسنان هو نوع من الهندسة بلا شك الحالة دي ما لعاش علاقة بطب الأسنان خالص يعني الحالة دي لو راح لدكتور سنان ومعرفش يعملها عادي الدكتور مش غلطان يعني الحالة دي لازم يبقى الدكتور عنده أصلاً ميقول لهندسية أو يحب يعني هو شاف حاجة معوجة فعايز يعدلها دي ما لعاش علاقة بطب الأسنان نهائي يبقى عالم التجميل عالم مسير للغاية فيه تفاصيل دقيقة بس أنا دايماً ببسوط في اللقاء معك لأنك أنت بتاخدني معاك كده سنة بسنة إلى أفكار غير تقليدية وده شيء مهم جداً في عالم التجميل طي في العزيزة المبدأ دائماً دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان المؤسس لمركز برايتي لطب الأسنان وعضو جميع الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم للتسابة المعتمد من بيدي سيب إنجلترا نورت الناس الحلوة طب الأسنان في تجميله وفي كل فروق معتمد على نقطة مهمة جداً والحتة دي المرة الجاية هتشرحها لي انت قلت لنا في بداية الكلام النظرة والزوء قلت كلمة الضمير الضمير ده مهمة قوي بس المرة الجاية عنوانها ده بجد المرة الجاية فيه سؤال مسير جداً ماذا كان يقصد الدكتور عبدالله في لقاءه معايا النهاردة بكلمة الضمير فين منطقة الضمير هنا؟ لأن دي كلمة مهمة جداً هل الضمير في الماتيريال؟ هل الضمير في الخطة العلاجية؟ هل الضمير في إننا بفاهم العين عايز يوصل لإيه؟ فوصلوا له أسهل وأفضل وأسهل وأقرب الطرق ولا الضمير يعني شيء آخر؟ ده هتشوفوا المرة الجاية في الناس الحلوة عدلات الظهر عندنا في المورطة الوطن العربي مظلومة وما فيش حد بعملها تمرين وفي نفس الوقت مش هكي لها كثير جداً ولما بتيجي تعمل تمرين تعمله غلط كمان بقى ودي الكارسة إنك ممكن في ناس يقولك لا أنا هعمل تمرين وأروح أعمل جيم ده كويس جداً ده في البداية كده كلام حلو قوي لكن أروح جيم من غير معرف التمرين اللي أنا هعمله إيه وقوة الحمل اللي أنا أستحملها إيه وقوة ديناميكية العمود الفقري بتاعي إيه ده أنا هعمل كارسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر